دكتور ماجد، الدور المرضي المنتشر حالياً ده كورونا متحورة، ولا أنفل ونزة متحورة، ولا نزلت برد نتيجة تغيرات الجو، ولا إيه بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وفق كل دي علم العليم، كل ما علم من أنا إلا ما علمتنا حضرتك، أنا قلت كلام جميل اللي هو الانتشار وعاوز أزيد عليه، التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي تمثل 25% من جميع الأمراض يعني حالياً بتتكلم في حاجة مطروقة درجة أنها تمثل جميع الأمراض اللي بتيصيب البنادمين 25% منها وهو موضوع مطروق لأنه إحنا كأنفق زرحانجرة بنتكلم فيه الأمراض الصدرية بيتكلم فيه طب الأطفال يعني كذا بنانش ممكن يتكلم فيه، فموضوع مطروق إحنا الحقيقة اللي وين دول فعلاً زي ما حالك تفضلت فيه شوية انتشار لهذا المرض إحنا مش هقولوله باباق، ومش هقولوله عليه كورونا أو غيره الناس بتسألني يعني مثلاً بيجي أول كلمة يقول لي أنا عندي برد يعني إيه كلمة برد؟ فنبتل نسأله بقى يعني التنفس فيه صعوبة ببلعة فيه كحة، فيه يعني إحنا بس عشان نحددها ويسألني السؤال ده سبحانيك، قلت أنا بس إحنا حطلع كرة ورقع تاني هو دي كورونا؟ أنا بطملك لأ سيوك من حكاية إنها كورونا ولا أعاوز يعمل التاست هي نفس العلاق، هي نفس العلاق ونفس الوقاية ونفس الطريقة سي إن أنت روحت أخذت الدواء اللي أنا هكتبوه لك وكانت كورونا أو مش كورونا أنا مش زي زمان مش زي من آيام الـ H1N1 وكده، لا دلوقتي اعتبره برد بدرجات بقى على حسب بقى الكلام اللي هنقوله يعني مقاومة الجسم على حسب الـ environment المشكلة عندنا بقى كده كمان إن إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل جايدلاينز يعني إيه بنعمل جايدلاينز لكل منطقة ولكل بلد ولكل بيئة بتختلف فيها حدة المرض يعني في ناس بأماكن بيبقى فيها بتنزل على بيشتكوا أكتر من سدروه في ناس بيشتكوا من الأنف والجيوب الأنفية أكتر وهكده إحنا برضو بنبقى أعوير بها المرحلة السنية والعمر موجود جدا وكمية بقى التلوث وإلى آخره والعادات وكل ده بيتدخل يعني إيه الجايدلاينز؟ إحنا بنحط الجايدلاينز للأسف الشديد أنها is never respected في أي بلد في الدنيا مش عندنا بس يعني فيه ضوابط ولكن فيه ضوابط ولكن لا تحترم الضوابط وإحنا بنعمل إيه بقى؟ ضوابط التشخيص دي عشان الموضوع اللي قلت عليه كل سنة بتبقى فيه لجنة بنغير الجايدلاينز اللي هي الإحتياطات والأدواء اللي بتستعمل يعني إنتوا بتلاحظوا إن كنا مثلا زمن بنقول الدواء الفلاني وبينتشر وبعدين بقى بناخد الأحدث يعني إحنا عشان إنه جابي هذا الكلام بنبقى الأحدث عشان ما بقاش فيه مقاومة لكن للأسف إن مثلا يعني مثلا يجي يقول لك إيه أنا تحسنت فأبطل كنت باخدوا القرص تلات مرات بيتدخدوا اتنين ويمكن ماخدوش كمان وبعدين الأهم من كده بقى إمتى دور الدكتور للأسف نمرة خمسة إزاي يعني أنا النهاردة جيت تعبت لأي سبب إن كان أول حاجة بعملها إيه إن مرة واحد ولا حاجة أقول يمكن إيه يعدي